موسيقى مشاهدين في كل مكان أهلا بيكو في السوديو الصحافة ولقاء نصارت خلاله صحافة القاهرة استدرى يوم الخميس السامن والعشرين من شهر فبراير سنة 2013 في الحقيقة مصر بالفعل خلاص تقريبا وصلت للحفة الهوية يعني كل يوم منحذر لا أحد يستمع لا أحد يجيب ألا يوجد عقل في هذا البلد يستطيع أنه يقدم حل للأزمة السياسية التي تستفحل مؤسسة الرئاسة عنانت عن حوار وطني يبدو أن هذا الحوار يعني مش عارف عايزه الأجري وكأنه لم يجرى ويا ليتهم أجرية يعني في الحقيقة طبعا الحوار الوطني طبعا الإنقاض قطعت الحوار يعني لكن اللي شاركوا فيه من حزب النور وغيرها من الأحزاب الموالية أو قوى الموالية من مؤسسة الرئاسة في النهاية النهاردة بدوا يشتكوا بيقولوا النهاردة نحن عملنا حوار هو هدف مجرد تضيع الوقت لا جديد في هذا الحوار إحنا فجينا من مؤسسة الرئاسة بتوزر بيان دون الرجوع إلى المشاركين في هذا الحوار الوطني بتحديد موعد لإجراء الانتخابات وكأن هناك حال الصباق مع الزمن بهدف فرض الأمر الواقع من خلال الإعلان عن موعد انتخابات البرلمانية على جانب الآخر فيه أزمة ما بين حزب النور وحزب النور وجماعة الأخوان أو الأحلى مؤسسة الرئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أصدر بيان أو مش أصدر بيان هو يعني سلم تقوير لرئيس مرسي يتحدث يب التفصيل عن عمليات أخوانة الدولة من خلال توفير 13 ألف وظيفة لعناصر من جماعة الأخوان في الجهاز الإداري للدولة طبعا يعني احنا الكناديا الميكلمة بيجي لنهاردة حد من الشاب يقول لي شغاني يقول له ديك شكل بلد وقفة الجملة اللي على سنة بلد وقفة مش عارفين نتحرك نروح لأي وزير نقول لهم دي شغال ما بيشغلش اعمل كذا عين ما بعينش كذا طبعا بنفاجأ أنه بيتم رشق عناصر من الإخوان في مواقع قيادية وفي وظائق في الدولة وتعين الرأساء رأساء طبعا وكلاء وزارات ومساعد وزير ومتحدثين رسميين في تمن وزارات وغيره طبعا ورأساء أحياء ورأساء مدن وهكذا طبعا كلها عمليات أخوانا بتتم بشكل تسريبي من المجتمع عندنا أيضا حالة العسيان المدني أهالي بورسعيد النهاردة قفزوا بمطارهم قفزة جديدة وتوجه عدد من أبناء محافظة بورسعيد إلى مصلحة الشهر العقاري بهدف تحرير توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة من أجل إدارش بورسعيد موظف شهر العقاري طبعا خافوا أول من إدارش نعمل توكيلات بهذا النوع لازم نرجع لوزارة العدل إذا وزارة العدل التي نعملها التوكيلة دي هنعملها طبعا يعني هي في النهاية هي محاولة من أبناء بورسعيد بشكل واضح لسحب الشرعية أو سحب الاعتراف بشرعية نظام الرئيس مرسي وهما بيطالبوا الجيش بتدخل لإدارة شؤون مدينة بورسعيد كل هذه الموضوعات هي يكون يعني في الملفات اللي في حلقتها النهاردة يبتدي الحلقة النهاردة بالملف الأول وهو ملف الانتخابات التي يتم الترتيب لها والإعلان عنها واتخاذ إجراطية على قدر من وصفها في حالة تعجل شديدة جدا في الوقت اللي مصر تبتشت حالة احتقان كل الناس بتقول لك البلد مش مؤهلة مثل هذه الانتخابات بل إن حتى فيه كثير من دكتور محمد محيد دين حتى وهو يعني قيادي في حزب غد السورة ومن المشاركين في الحوار حتى هو نفسه بيعترف المشاركين في الحوار إن ماينفعش نعمل الانتخابات وعندنا قانون الانتخابات مطعم في شرعياته وفي دستوريته وبالتالي إحنا سنجري انتخابات برلمانية أو نيابية ثم سيطعن في دستوريتها ممكن خلال أيام خلال أسبوع خلال شهر شهرين على أقصى تأدير وبالتالي سنعود إلى نفس النقطة التي بدأنا منها وبالتالي لن نستفيد إلا أو لن يعني إلا تكون هناك نتيجة إلا مزيد من النزيف ومزيد من الخسائر ومزيد من الاحتقان السياسي الموجود بالمجتمع نبدأ الملف ده بالوفد والصفحة الأولى بتقول الوفد المقاطعة تهز دولة الإخوان سياسيون وقانونيون بيقولوا البرلمان القادم يفقد شرعيته الشعبية والدولية القواة السورية تؤيد قرار الإنقاذ لمنع التلاعب بإرادة الشعب الحقيقة الوفد في صفحاتها الأخيرة صفحة 16 أيضا بتنشر الصفحة الأخيرة كلها يعني هي أنا معتبار عاملة زي غلاف يعني عاملة غلاف العادة كله يتحدث عن المقاطعة بتقول الوفد مقاطعون لا لانتخابات في غياب دمانات النزاهة واستقلال القضاء نرفض استبداد الحاكم نرفض احتكار الدولة نرفض اختصاب السلطة ولا للحوار على جسس الشهداء ودماء الأبرياء الوفاق الوطني الحل الوحيد لإنقاذ مصر المجتمع لن يخضع لإرادة الجماعة ولنسمح بإهدار الثورة أيضا ما زالنا مع الوفد ونروح لصفحة 3 والوفد بتقول طبعا بترصد المشهب من زاوية مدان التحرير بتقول التحرير يرحب بدعوة الإنقاذ لمقاطعة الانتخابات المعتصمون يتهمون الباع الجائلين بالتآمر عليهم ويحركون خيامهم ننتقل إلى صحيفة التحرير والتحرير في الصفحة الثانية جبهة الإنقاذ تبدأ حملة مقاطعة الانتخابات في المحافظات الدكتور محمد البلدعي القياد في الجبهة بيقول نسعى لتقديم البدائل ولننخدع بالمشاركة في ديمقراطية مزيفة والكلام قالوا البردعي في إحدى التغيردات اللي بيقولها على تويتر والحقيقة قادة الإنقاذ بيقولوا إن قرار المقاطع قرار مش سهل لأنه يسلسم جهدا لتعبئة المواطنين على عدم المشاركة بشكل يسوي تماما الجهد اللي احنا ممكن نبذله لعشان نحس الناس عشان تنزل الانتخابات يعني تريبا أنه هو نفس الجهد بدلا بيتواجه في الاتجاه ده بيبذل في الاتجاه الآخر هي مش مجرد إن احنا هحنا نعفو بيوتنا احنا لازم نشتح الناس احنا ليه بنقاطع عشان الناس يكتشفوا مدازيف الوضع الحالي وبتجاهها بتقول إن هي ستتعقد عدم الاجتماعات للاتفاق على فعاليات حملة المقاطعة وخطة التحرك بالمحافظات لتعبئة المواطنين وإقناعهم بخيار المقاطعة المصر اليوم في صفحتها الأولى بتقول المصر اليوم الانقاذ جابة الانقاذ ستهم أمريكا بالإنحياز المرس في الحقيقة طبعا يعني فيه بجاحة أمريكية لما تيجي وزارة الخارجية الأمريكية يتوجه دعوة لقاضة أو لقوة أو لأحزاب المعارضة المصرية ولو سمعت يا إخوانا يعني اتفضلوا ونزلوا الانتخابات وخليكم أشي مع جماعة بتوع يعني مؤسس الرئاسة وجماعة الإخوان والحرية العدالة وبتعضرش الانتخابات أولا ما شأن أمريكا بهذه المسألة هذا شأن داخلي بحث ثم أنا أتعجب يعني سبحان الله يعني هي أمريكا بتكيل بميكالين فمرة تقول لك حامل الناس دعوة وكل الشعوب تختار بمصيرها بأيديها واللي أنتوا عايزين تعملوا عملوه وفي الآخر الأمريكية بتوجه الخارجية الأمريكية بتوجه دعوة لقاضة الإنقاذ بالمشاركة في الانتخابات طبعا الإنقاذ في الهتهم أمريكا بالإنحياز لمورسي وأعتقد الإنحياز ده كان واضح حتى من أيام سنت كلينتون يعني يعني ولما جات مصر وانا صفت أن دي كانت زيارة مشؤومة أمريكا لا تعنيها مصلحة مصر أمريكا بالعكس أمريكا بتدعم هي القوة الأولى لدعم جماعة الإخوان في مصر الاعتبار أن ما تفعله الإخوان سواء كان بقض أو بدون قض سواء كان بسوء إدارة أو بسبب نوع من عدم الخبرة السياسية في النهاية كل هذا يصب في مصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني الأمريكي الإسرائيل في منطقة بهدف إضعاف مصر النهاردة مصر هي في أضعف مراحل وفضعف لحظاتها النهاردة الجسد المصري الكيان المصري المجتمع المصري فقد منعته النهاردة أصبحنا مجتمع فقد المناع النهاردة منكلم احتياط نقضي ما فيش خلاص عندنا حوالي 8 مليار أو 8 مليار ده الاحتياطي اللي هو الدولار بالعملة الأجنبية في البنك المركزي حجم الطلبات أحد الخبراء المصرفين كانوا يتكلم معي أول مبارح أو مبارح تقريبا بيقول لي أن حجم الطلبات فتح الاعتمادات في البنوك يقدمها 12 مليار يعني النهاردة حجم الطلبات مقدمة الفتح الاعتمادات تتجاوز حتى ليحدث بتاعك يستحيل أن المجتمع تضبارها فبالتالي نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة الوابدة بتحظر ثورة الجياحة يكون خلال ثلاث شهور أزمة سياسية محافظة بتاع الانفصار محافظة بتسعة وطبعا المسألة سهلة جدا أن تكون خارج من بيتك الصبح ما تعافش توصل بشغرك بمتهى الأمانة تلاقي طريق معطوع ولا توجد أي مرجعية ولا توجد أي شرعية تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها الدكتور البردع بيقول في المصر اليوم لن نشارك في الانتخابات وسنكشف للناس يعني أننا لن نخدع في هذه الديمقراطية الزائفة وحركة 6 أبريل تنضم للمقاطعين ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عقد اجتماع وقاله طيب إحنا مستعدين نوافق على أقالة الحكومة يعني بدأوا نهاردة باقي كلوم نحن طب حكومة ممكن نغرب حكومة بس بشرط أن يحضر كل قادة جبهة الإنقاذ الحوار الوطن يعني إحنا مستعدين نشروحه باستبشرط أن كل القادة تراجبة الإنقاذ عمر موسى والبردعي وحامدين صباحي والجامعة حزب الوطن وكل بقى اللي الدخلين في الجبهة دية بالكامل يروح الحوار الوطن وإحنا مستعدين أن نخيل الحكومة وطبعا الإنقاذ بيتهم الخارجية الأمريكية طبعا بدعوتها أن هي بتنحازل أسف الشديد لجانب جماعة الإخوان المسلمين نروح للدستور في صفحتها التالتة ستة إبريل تنضم للمقاطعين للانتخابات البرلمانية والإنقاذ تحشد شعبيا البردعي بيقول لأنه شارك فيه ديمقراطية زائفة نصل إلى صحيفة اليوم السابع واليوم السابع بتنشر في صفحتها الأولى خطة حزب الحرية والعدالة لتقسيم مجلس النواب مع الإسلاميين وبتقول اليوم السابع بحسب ما بتقول اليوم السابع أن حزب الحرية والعدالة اللي هو الزراعة السياسية لجماعة الإخوان بيستهدف عملية تأديب لحزب النور وحرمانه من منصب أو من موقع التاني أنه يكون قائد المعارضة بعد الانتقاضات اللازعة التي وجهها حزب النور لمؤسس الرئاسة والجماعة الإخوان وأنه يتنازل عن التخطيب بتاعه اللي كان أعلانه عصام العليان أن حزب الحرية والعدالة يستحوز على أغلبية مريحة تتجاوز 70% وأنه يتنازل عن هذا وقد يحصل على الأغلبية بسيطة مقابل منح الفرصة لحزب أخرى مثل حزب البناء والتنمية اللي هو الزراعة السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الوسط ليكون هو الوصيف ليحل محل حزب النور وأن فيه يعني اليوم السابع بتقول أن القرار جبهة الإنقاض من قطع الانتخابات ما كانش مفاجأة بالنسبة لجماعة الإخوان بالعكس ده كان خبر دين بالنسبة لهم وهما بناء على كده يعني أعادوا ترتيب الخطة بتاعتهم أو أعادوا نوع من التغيير التكتيك في الخطة بتاعتهم أن هما هيتنازلوا عن الأغلبية اللي هي قطسة إلى سبعين في مئة كامل أعلى من عصام العريان يكون لهم أغلبية بسيطة وأن هما هيمنحوا مقاعد أخرى يعني هيدوا فرصة لمقاعد أخرى لحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وسيتم يعني ودي كانت معلومة قديمة برضو بيتم تقسيم الدوية المقاعدة بردان بشكل بيتم حصر لعبة المقاطعة في نطقة جابة الإنقاذ وأحزابها يعني طيب الإنقاذ هي قطع طيب إحنا بقى هنبتدى أن نحط الإنقاذ ذهو في كورنر بحيث نوضح أن المقاطعة هو الإنقاذ وأحزابه ونستمي بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى مع اكتفاء حزب الحرير العديار بالحصول على الأغلبية بسيطة عكس ما قاله عصام العريان بخصوص ترشح الإخوان على كل الدوائر من أجل حصول على الأغلبية تتخطى حجز السمعين في المئة وأنه سيتم الانتقام من حزب النور وإبعاده عن ساحة المنافسة وحرمانه من لقب الوصيف وهيكون يقام حزب الوسط يقام حزب البناء والتنمية واليوم السابع أيضا في صفحتها الأولى بتقول حكومة ظل وبرلمان شعبي لجابة الإنقاذ طبعا الدكتور مصطفى النجار عود مجل الشعب السابق بيقول المقاطعة قافزة فيها الهواء طبعا في عدد من قادة جابة الإنقاذ بيقولوا أن يتم الترتيب لوضع خطط من أجل إعلان حكومة ظل يعني حكومة موازية الحكومة الحالية وعقد مؤتمر اقتصادي موسع لوضع حلول لمشكلات المشكلات اللي بتعاني منها مصر يعتمد على المصرين وليس التساول من الخارج وهو مقصود بالقروض والمنح لكان الدول أخذتها خلال الفتر الفاتت وتشكيل برلمان شعبي موازن يعبر عن مختلف قوة سياسية وتفعيل العصيان المدني والقيام بجوالات في المحافظات لشرح حيسيات اللي تشرح للناس حيسيات عدم المشاركة وإن المسألة مش مجرد مقاطعة هي إن القادة بتواجبت المقاطعة يقول إن احنا منعنا من المشاركة على اعتبار أنه لم يتم الاستجابة إلى مطالبنا القانونية أو مطالبنا المشروعة وده يعني التحرك اللي هما يعملوه في مرحلة الجهاتة وعن كل المشاركات بتقول إن الأزمة السياسية تتصاعد يعني في الحقيقة أنا عايز أعرف يعني ما جدوى هذا الحوار الوطني ما كانش فيه إن كل طلب بيحاول يعني طبيعة المفاوضات إن كل أحد يتنازل إنت وقفين ونقفين طب حالة إنت تخطو خطوة ونوصل لحاجة كده كومبرمايز في النص بحيث إن كل واحد ونوصل لحل توفوقي ما فيش حاجة سنة أنا وقف في مكاني ولازم إنت لجيلك أو إنت وقف مكانك ولازم إلي جيلك هذا ليس تفاوض وهذا ليس حوار وأي حوار بيتم وبدون ما يكون فيه يعني في النية الداخلية للمشاركين في هذا الحوار إن يكون فيه رغبة إن كل طرف يحاول يخطو خطوة جهة طرف الآخر بحيث إن احنا نصل إلى نقطة وسط أعتقد إن هذا يمثل تضيعا يعني تضيعا للجهود وتضيعا للوقت يعني بما لا طائل من وراءه نروح لملف التاني في حلقاتنا هو ملف الصراع أو الآزمة بين حزب النور وجماعة الإخوان أبو الأحرم وأساس الرئاسة طبعا اليوم السابع في الصفحة الأولى بتقول في المشاركة الرئيسي تفاصيل معركة النور مع الرئيس في الحوار الوطني طبعا في معركة والنهاردة هذه المعركة أصبح حزب النور السلافي هو رأس الحربة في هذه المعركة يعني النهاردة فأنا بتكلم مقفين جابت الأنقاص يعني هو بس كل اللي فالحوا فيه احنا مش هنشارك احنا مش هنعمل شير حكومة هشام أنديل اعملوا لنا سوونا كلام ده كل أنا نفسي النهاردة يكون في عندي المعاردة القوية الحقيقة يعني رغم اختلافه مع حزب النور أنا لا أنتمي لحزب النور قدنا نهاردة شفيني اللي السلفين عمليوا في البلد لكن في النهاية حزب النور بيقوم بدور المعارضة العلمية المنظمة الممنهجة يعني النهاردة لما قاعد يونس مخيون في الحوار الوطني اللي هو رئيس حزب النور مع مرسي قدم له تأرير متكامل الأبعاد بيوضح إيه هي ملامح أخوانة الدولة فيه 13 ألف وظيفة أنتوا وفرتوها لكيادات أو الأفراد أو العناصر من جماعة الإخوان في أجهز الدولة أنتوا في تمام محافظات عينتوا وكلاء وزارة كذا عايتوا تمام المتحدثين في تمام الموزرات عملتوا سويتوا فيه كلام على الأرض كلام يتمسك نقدر نحن نتحاور عليه المسألة مش مجرد أنا بعترض وخلاص في الحقيقة أنا شايف نهاردة الأزمة اللي احنا فيها دي يتحمل مسؤولياتها كل الأطراف إذا كنا نحمل مؤسسة الرئاسة مسؤولية هذه الأزمة السياسية بعتورة أنها صاحبة القرار أيضا جابة الإنقاصة تحمل المسؤولية لأن جابة الإنقاصة لن تقدم مدائل حقيقية يمكن أن يبنى عليها الحوار يعني أتمنى أن جابة الإنقاصة تطلع مثلا بيان معين أو دراسة معينة يعكفوا أن هم يدرسوها أو يخلوا الناس العدوم يعملوها وهم يعلنوها ويقولوا أن احنا مطلوب واحد اتنين تلاتة اربعة نتفك معك في كذا ونختلف معك في كذا وبالتالي نقدر أن احنا يبقى في حاجة نقدر أن نبني عليها التأيير بتاع يونس مخيون بيقول أن الرئاسة تجاهلت إعادة قانون مجلس النواب ودكتور يونس مخيون بيقول لمرسي أن أنت أهملت مبادرة حزبنا وأخوانة الدولة وفرطت الانتخابات فجأة والقوة السياسية المشاركة في الحوار الوطني طبعا يعني بتشعر بحالة من السياء بسبب تجاهل مطالبها وأن صدر بيان من المؤسسة الرئاسة بعدة توصيات خاصة بإجراء الانتخابات دون تطارق لتعديل قانون الانتخابات وأن فيه تعتاشر ألف وظيفة للإخوان في مناصب الدولة طبعا ده اللي بتقوله اليوم السابع فيه سياسيون بيقوله أيضا في اليوم السابع أن جلسات يعني أيضا ما زلنا مع اليوم السابع في موضوع أخوانة الدولة أن يونس مخيون في التأيير بتاعه بيقول أن بيقول أمتلك مستندات حول تعيين 13 ألف إخواني بالمحافظات وبيطرح سؤال على الرئيس مرسي بيقوله أين وعدك بأن تكون مبادرتنا هي أساس الحوار يعني أنت قلت أن مبادرة حزبنا وضيها هي أساس الحوار هل دي مجرد كانت كلمة وبس يعني طبعا فيه سياسيون بيقوله أن جلسات الحوار الوطني ده بحث يوم السابع ما بتنشر هي مجرد تكتيك رئاسي لإضاءة الوقت يعني طبعا أعتقد أن ظروف بلد بنشاكل اللي مصر بتمر بيها يعني يعني مش عايز أقول عيب عايز أقول حرام حتى بلاش نتكلم في العيب ومش العيب نتكلم في الحل وحرام حنا نرضى منتكلم في مجتمع الحل وحرام عايز أقوله حرام على أي شخص يضيع وقت هذا البلد فيما يعني فيما هو لا طالب ونرأب هدف تضيع الوقت آآ آآ ظننا منه أن ده كسب للوقت وأن ده يعني أن هما هي مصرهم ينسوا مصرهم يزاوا كل ده كلام طبعا ما لهش أي معنى التحرير في صفحاته التانية وكيادات حزب النور بيقوله أن الرئيس مرسي يدير حواراته بطريقة المغني والطبال آآ دكتور خالد عالم الدين اللي هو المستشار مستشار رئيس الجمهورية المقال بيقول حوار ترشان وبدران بيقول يفرض الأمر الرواقع على شعبه وفيه كيادات بالجابهة تجتمع يوم السبت الواضح خطة عمل للتحرك في الشارع والحس على المقاطعة شباب المصر الديمقراطي بيقول لا تراجع عن المقاطعة وسنفضح كل من يحاول الالتهاف على رقار الجابهة وهنا أبو الغار دي الجماعة دي معاش يقوله أنا ضد المقاطعة لأنها عمل سلبي ده فيه حاجة بقى الواضح لأن في المصر الديمقراطي فيه جابهة أخرى يعني بيقوله أن المقاطعة دي عمل سلبي ده بحسب ما تحير بتقول نروح للمصر اليوم يمكن هي بتنشر بالتفصيل ماذا جاء فيه تقرير الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور المصر اليوم بحسب ما بتقول في صفحات الأولى المصر اليوم تنشر تقرير مخيون للرئيس حول الأخوانة عناصر الجماعة تتواغل بالوزارات والمحافظات وإخواني رئيسا لقناة النيل للأخبار هنقرأ كده مع بعض الخبر بيقول حصرة المصر اليوم على تفاصيل التقرير الذي قدمها الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور للرئيس محمد مرسي خلال جلسة الحوار الواطن التي عقدت أمس الأول مواصل بيوم ثلاثة يعني بتعيين عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان والمسلمين فيها العديد من الوزارات والمحافظات ذكرت تكتير أنه تم تعيين عدد من الإخوان خلال ثلاثة أشهر فقط فيه مناصب إدارية من المستوى الأول مثل وظيفة مساعدي وزير ورأساء قطاعات ومتحدث رسمي في ثمان وزارات منها التربية والتعليم والصحة والإسكان إضافة إلى وزارة التوين والتجارة الداخلية وكلفه بمسؤولية توزيع الدعم مثل توزيع نبيب البتجاز والمخابز والسلعة البترولية وتبع التقرير أنه تمت أخوانة مديريات بالكامل مديريات بالكامل تمت أخواناتها بالكامل في محافظات الدقلية والمنفية وقفة الشيخ والشلقية والغربية والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة والجيزة وعدد من محافظات الصعيد ويعترف طبعا أحمد عارف متحدث باسم الجماعة هو رجل فاضل ومحتوى أنا عارف شخصيا هو بيعترف بقول يعني آه فعلا ده حصل لكن احنا في درجة الكفاءة وما ندارش نحن نحلم الوزراء والمحافظين من هم يسعينهم الكفاءات حتى لو كانوا إخوان وأن الشيء بقى الجديد في الموضوع ومن جهة أخرى علمت المصر اليوم أن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام قرر الاستعانة بياسر الدكاني على فكا ياسر الدكاني ده صحفي معنا في جارة الجمهورية في قسم الخارج في جارة الجمهورية قرر الاستعانة بياسر الدكاني رئيس غرفة الأخبار في قناة مصر 25 النطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين ليرأس غرفة قناة النيل الأخبار بدلا من أحمد شرف رئيسها السابق وقالت مصادر بالقناة أن الوزير منح الدكاني صلاحيات كاملة في تحديد نوعية الأخبار التي يتم بساهة ببرمج ونشاط القناة هذه هي قصة أخوانة الدولة اللي يقول لجواء لا ما فيش أخوانة ما ينفعش ما نقدرش أصل مصر أكبر من أي فصيل أصل ما ينفعش فصيل واحد هو اليقوم بيحتاج لك لا ده معلش إلا مواغزة ده كلام يعني ما يستحقش الحبر اللي بيطبع به ولا يستحق الوقت اللي احنا بنأجره على الأمر الصناعي بس الهو ده هزا كلام لا يستحق ان احنا نلتفت إليه قادي النهاردة هو حزب النور وأنا أوجه لها التحية لهذا الجهد العلمي المنظم بيكشف النهاردة برصد واضح حصل فين وحصل إيه وحصل إيه وفين والكلام ده أعتقد أن المؤسس الرئاسة مطالبة بالتعامل مش مجرد الرد على طريقة النفي الأعظم ياسر علي ما هو ياسر علي ده كان اسم النفي الأعظم مش متحدث ده اسم النفي وكله مهد أنه يلف لا ما حصلش لا ده مش مزود لا ده مش صح لأن نتمنى بقى أن يكون فيه يعني التعامل أكثر احتراما للرأي العام ورأي كل الشعب مع هذا التقرير اللي احنا أردنا بالتفصيل مع حضراتكم اللي عمله حزب النور السلفي وده كمالفنا التاني النهاردة هو ملف أزمة الإخوان وأزمة حزب النور والإخوان نروح بقى لملف التالت هو ملف برسعيد والعصيان المدني وصقف المطالب مش بيرتفع ده حمول بقى المطالب بتنفالت دلوقتي ونعرفش طبعا يعني الموقف ممكن يوصل لفين لكن واضح أن فيه مشكلة كبيرة جدا يعني مؤسس الرئاسة غير قادرة على التعاون معها أو يبدو أن جماعة الإخوان اللي تتاكف وراء مؤسس الرئاسة غير قادرة أو غير راغبة أو غير مستعدة للتعاون معها نروح للدستور في الصفحة التالتة العصيان يتصاعد حتى أسقاط النظام برسعيد تغلق مصانعها ومجزرة جديدة ضد الصوار في المنصورة المتظاهرون يقذفون محاكم السويس والمينيا بأكياس الدم المصر يوم في صفحتها الأولى بتقول برسعيد تسنجد بالجيش من الإخوان قادي الخبر هو معنا طبعا كلام خطير بيقول بقى الخبر أن فيه مواطن برسعيد اسمه علاء مصطفى محمد هذا المواطن كان ماشي رايح يجيب سندوتشات من أحد المطاعم اللي هي عند مدان الشوتاء أو مدان المسلل اللي هو عند المحافظة بتاع برسعيد وهو ماشي فيه عرضية بوكس ماشية فيها عسكري راكب عماله حركة كده مش كويسها بييده يعني حركة مش يعني حركة مش لا أخلاقها بييده طبعا رد عليه حصل تبادل بالسبب والشتينة بينهم وقفت العربية نزل الضابط أمر ستة من العساكر أو من الجنود ده هم يسحبوه سحلوه على الأرض ودخلوه عربية ورشولوا سبريف يعنيه علشان ما يشوفش مين هو الضوط ولا هم العساكر دول وطبعا تم تعرضوا للتعذيب والضرب حصل حالة من الهيجان في برسعيد طبعا دي ثاني وقاعة سحل خلال شهر طبعا أهالي برسعيد راحوا شهر العقاري طلبوا تحرير توكلات باسم الفريق عبد الفتاح السيسي بيفوضوا فيها وزير الدفاع والقوات المسلحة بإدارة شؤون برسعيد بعيدا عن النظام وإن الجيش بيقول لبنى السنجب الجيش من الإخوان طبعا ده على خلفية ثاني وقاعة سحل خلال شهر وعلى الجنب الآخر فيه 23 مصابا فيه الشبكات فيه الشبكات بالمصورة طبعا الموظفين الشرع قالوا رفضوا التحيير للمحاضرة دية أو التوكلات دي عفوا التوكلات دي وقالوا ما نقدرش ما جاءنا تعلمات من الزرط العدل والله إذا الزرط العدل قالت إن احنا نعملها نعملها مع دانا شعائية ومشكلة ما إحنا نشاره في هذه المسألة وده المصر اليوم المصر اليوم بتقوله نروح للتحيير في الصفحة الرابعة بتقول فيه برسعيد بقدم بتهتم بالمشاة في برسعيد بتقول فيه برسعيد أسبوع الخلاص من دورة الإخوان بدأ 700 بلاغ ضد مرسي والإخوان لمسئولياتهم عن قتل برسعيد توكيلات برسعيدية للجيش لإدارة المحافظة ووزارة العدل تغلق الشهر العقاري الجيش يبدأ حاملات تفتيش استعدادا للنطق بالحكم التسعة مارس ده في الجزء التاني من قضية اللي هي مخزرة برسعيد ده كان حكمها الأول ستة عشرين يناير اللي هي اللي تم فيها الحكم بإعدام واحد عشرين واحد من برسعيد تسعة مارس سيستأنى في الأحكام الأخرى على المتهمين البقين يعني التحيل في الصفحة الرابعة بتقول الإسماعيلية تتأهب بالعصيان المدني بالصفارات والأواني إضراب عامل أحد المقبل لإقالة الحكومة والنائب العام أيضا مكبرات المساجد في المينيا تدعو لقطع الطريق تمرخبر غريب يعني وفي الدأهلية الأمن ده في حسم التحيل بتقول في الدأهلية الأمن يسحل ويخطف النشطاء والصحفيين وفي الأليوبية أمن المحافظة أمن المحافظة يعتدي على مواطن بالأحزية لمنعه من مؤمنة المحافظة هو أصلا فيه محافظة في الألوية وأنا بستاره يعني هو راح يقابل المحافظة ده محافظة ملوش وجود وإذا كان حتى له وجود وفوقه كده إنه لقى جثة قاعدة كده على مكتب هيعملوا إيه المحافظ؟ محافظة لا يملك من أمر نفسه ولا يرغب حتى نعمل حاجة هو قاعد بيقضيها أيامه خلاص في المحافظة يعني هي مش مخرب ويقول بدون هنهانة هي مش إهانة دواقع وأتحدى أن المحافظة الألوية يطلع يرد علي إذا كان الكلام ده ممكن يصاله ولا حد ينقلهله أتحدى أن المحافظة الألوية يقدر يقول أنه بيخرج مكتبه أتحدى للمحافظة الألوية ده يعرف شكل شرعي في محافظة الألوية فنهاردة المواطن راح يقابل المحافظة مسكو دربه بالجزب وسحلو على الأرض قد يحصل في بانا هو في الألوية والأمن بيسحل ويختب النشطة والصحفين في جبكة بالمصورة والطيار الشعبي ينشد الأهالي إرسال إمدادات طبقية للمستشفى الميداني والأحزاب تنتقد عنف الداخلية والمستشفى الميداني في المنصورة يقول أنه فيه 8 إصابات قطعية وعشرين مصاباً باختناق حالات التشنك تشير إلى استخدام الأمن غاز العصاب والداخلية تقبض على عضوين فيه الطيار الشعبي يعني طيب جلت الواقضة في الصفحة الثانية أيضاً نعود لبورسعيد مرة أخرى الواقضة تقول بورسعيد تغلق عفواً بورسعيد تطلق عفواً تطلق حملة تفويض الجيش لإدارة البلاد الشهر العقار يرفض تحير التوكيلات والعصيان المستمر سلاسل بشرية تدعو للعصيان في الإسماعيلية وإغلاق قسم الاستبال بمستشفى المينيا الجامعي واليوم السابع في الصفحة الثالثة بتقول الدقاهلية تتسلم الرأي من بورسعيد وتقود العصيان يعني نهاردة العصيان بقى بورسعيد راح على كده داخل على المنصورة وعلى أهلية والاشتباكات وأنهاردة بيزحك على مدن القنال ومدن محافظة الشرقية والأهلية ويعني هو داخل ايه في طريقه واخد البالة كلها نروح بقى المجموعة أخرى من الأخبار في الوقت المتوقع من الحلقة الوافد في الصفحة الأولى بتنزل وبتقول صورة الجياع ده في الصفحة الأولى جماعة الوافد معنا صورة الجياع بعد ثلاث أشهر الوقود أزمة بلا حل والاحتياطي النقضي يغطي واردات تسعين يوما فقط ستين يوما لنفاد مخزون الزيت والأرز وستة وستين للسكر ومية ستة عشرين الأم يعني إحصائيات بملف كامل في صفحة التمانية وتسعة بيوضح أن في كل الأحوال خلال الترات أشهر إحنا عندنا احتياطي يجادو بيكفي وارداتنا تسعين يوم بس يعني بعد تسعين يوم عندناش مليم عندناش سنت واحد بقى لتبقى نكلم من دولار نقدر نجيب بحاجة من بر ستين يوم نفاد مخزون الزيت والرز ستة وستين للسكر مية ستة عشرين يوم للأم يعني اربع شهور وستة ايام ده بحسب رفضة بتقول اليوم السابع في صفحة التالتة هنا بقى الخبر كنت أنا مبالح كلمت مع حضراتكم على مشكلة الكنيسة بتاعة شبرة الخيمة النهاردة اليوم السابع بتقول اليوم التاني على التوالي السلافيون يحاصرون كنيسة أبو مقار بشبرة الخيمة المنع ابناء خدماتي الكنيسة دي موجودة الكنيسة دي موجودة في شبرة الخيمة في منطقة اسمها منطقة ابن الحكم بجوار شركة قنال تيكس بالأليوبية في الحقيقة حزب النور بيعلن او الجماعة السلافيين بيقولوا بيقولوا احنا بنعترض على بناء المبنى ده لان الارض دي بيملكها مواطن مسلم الديانة طب انا بحلفكم بالنعمة الشريفة عمركم شفت واحد مسيح جاره واحد مسيح جاره ياخد ارض بتاعة واحد مسلم عشان يمع لها كنيسة ولا يمع لها مبنى خالي ما تابع الكنيسة يعني كلام يعني هو الارض هو الارضي لما تكون ملكه واحد مسلم مش فيه وراء اخوانا طلعونا العقد بتاع الاخ المسلم ده ازي كان ده حقوق اول اول واحد هطلع في البرنامج ده هعترض على بناء هزا المبنى اللي هو طبع الكنيسة شبرة هي القضية مش مساري الكنيسة ولا قصيقة لا قضية مسلم ومسيح من كان فضية حقوق ازي كانت الارض هاي ملك واحد مسلم زي ما هم بيقولوا طبعا يعني ده كلام ما يصحش وان كنت انا يعني ده كلام تهريج يعني طبعا جانب الاخر القصة ايوب زاكي يوسف اللي هو كاهن كنيسة ابو مقار في شبرة خيمة بيقول الاقباط يتعرضون لحملة ارهاب فكري ومعنوي من السلفيين والبلطجية حاصروا الكنيسة وطردوا العمال والمهندسين ومفروض المبنى ده سيقام على مساحة الف وتونمائة متر بتكلفة اتنين مليون وسبعمائة الف جنيه من اموال التبرعات الخاصة بالكنيسة وللأسف شديد الدولة والجهزات الامنية تقف في موقف المتفرج حيال هذه المهزلة كالعادة كالمعتادة طبيعي ده احنا في مصر يعني ما كانوش يقف في موقف المتفرج منبقاش في مصر يبقى اكيد احنا في دولة تانا محترمة مش مصر يعني طبيعي جدا بتنتهك حقوق الناس يعني واحد عنده عنده ارض ملك ويطلع يقول الفضل الارض ملكة هي ويطلع وفضلات وحنا وانا باوعد بقول له يا جماعة لو جبتون عقد الارض ده هي اللي بتقول انها ملكة واحد مسلم انا اول واحد هنحطها في قناة ميسات الناطق الرسمي باسم الكنيسة القطي اول ناس هنقولها الارض بتاعة واحد مسلم بس يبقى كلام معقول يا اخوانا يعني بلاش الاستخفاف وبلاش شغل الابتزاز الشغل الارهاب اللي يتنارس على الكنيسة يعني طبعا كلامي يعني التحيير في الصفحة الاولى بتنشر خبر حلو وانا كنت انا يعني لا اتمنى يعني مش عفو لا اتوقع عفو يعني ان الخبر ده ممكن يحسر بقول ان اخيرا القضايا الاداري محكمة القضايا الاداري تحرر بناء وهدم الكنيس من تبعية المحافظين يعني خلاص ده حكم النهاردة حكم تاريخي من محكمة القضايا الاداري بيقول ان الكنيسة ده مبنى اشياء اي مبنى لا علاقة للمحافظ بان هو يمنحه تلخيص معين بشكل معين طب النهاردة تعالوا نشوف كل دستير مصر وانا يا معرضة دستور الاخرين دستور الفين واتناش اللي انا كل يوم بعرض الحراق والكتاب اللي اخضر ده اللي انا جاي طب نشوف الدستور بتاع واحد وسبعين بكل ترقعاته في سنة الثامنين وسنة الفين وخمسة والفين وسبعة ومش عارفوا والترقعات اللي حصل في دستور واحد وسبعين تعالوا نمسك كل دستير دستير صورة اتنين وخمسين تعالوا نرجع لدستور تلاتة وعشرين وتم تعطيل والعودة العمل نمسك كل تشراعات مصر من ايام محمد علي شوفوا اكتر من كده نرجع لكل تشراعات مصر من ايام محمد علي بل نرجع لها من ايام اقول ايه لا يوجد في التشريع المصري لا يوجد في التشريع المصري اي نص قانوني او دستوري بيحظ البناء الكنائس كل ما في المسألة ان دي يعني هو كان ولا حتى ولا حتى بتاع الخط الهمايوني طب الدولة العثمانية دي انهار تبعية مصر انقطعت رسمين عن الدولة العثمانية سنة 14 وانهار معها البناء الدستوري وقانوني والهيمنة السياسية للدولة العثمانية بتاعت الخط الهمايوني ورغم من القانون الخط الهمايوني لما نجي نرجع له وانه في يوم الحراكة نصارده مع بعض هو ما كانش بيقابون الكنائس هو كان بيحدد او بينظم المشكلة بقى انها جاد في شروط العزة الباشرة اللي هي جادة سنة 1934 اللي هي بقى دي لفها الشروط المكحفة والاسف سيد انها دي شروط ما انزل لبناء السلطانية يعني هي المشروف اللقاع وراسلها بها تشريع ولا بتطلعها بها قانون لكن هي الاسف ثقافة مجتمعية سائدة هدفها تقييد على الاقباط من اجل عدم بناء الكنائس هذا القيد انتقل من شروط العزة الباشرة سنة 1934 الى قيود الى قيود سياسية كان بيتمارسها الانظمة الحكامة وكانت اختلفة قليلا في عهد الرئيس عبد الناصر نظل العراق المتميزة جماعته بقديس الكنيسة وقديس العصر وقديس العصر لحديث كله كدس البابا كرولوس السادس ثم عادت الكود مرة اخرى مع السادات هو ساكى مراوخ وكان يقعد مع بابا شنودة يقول له طيب انتو عزين كم كين يقول له قال له لا خمسين من عندي لان نديكم مية كنيسة وطبعا في الاخر ما كان لان نأخد خمسين ولا خمسة عشرين ولا مية ولا الكلام ده كله انطلقت الجماعات الاسلامية والنهاردة ننتقل من مرحلة لمرحلة 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 النهاردة انتقل قيد بناء الكنائس الى النهاردة يعط� شعبي يعني الان قدير الادار هنا حكم هون من الناردة جايبة جاعة ازاي الجامع باني باي اجراءات الطبيعية بناء اي مبنى هل النهاردة انا لو املك عرض وعايز ابني كنيسة هicketن ميحة هل النهاردة حد هيسماحة لن بنيها هيتلع لك خمسين عفلية يقف لك في وش الكنيسة. حضراتكم فاكرين مبارح كان فيه المنطاد اللي ويع في الأسر وفي تسعة تراشر سايح مات اليوم الساعة في صفحة تانية بتقول غضب في السياحة من تجاه المرسي وقنديل كارسة بلون الأسر بقول يعني زي ما مبارك راح سنة سبعة وتسعين في حادثة دير البحر تاعة الأسر كان مفروض ان الرئيس مرسي يزور يزور الأسر ويشوف ايه اللي حصل في وضوع المنطاد والمصر اليوم في الصفحة الأولية بتقول المنطاد يعيد تأثير مسبحة الأكسر سبعة وتسعين على السياحة والوابدة في الصفحة تانية بتقول لجنة تقصي الحقائق في حادث المنطاد بتقول ان فيه خلل في الصوانة الغاز والبلون اقع بدون طيار يعني الصوانة الغاز اللي هي مفروض بتسخن الهواء عشان المنطاد دا يطير حصل فيه خلل والبلون دا طلع وما كانش معه طيار اليوم السابع فيه اه هنا بقى خبر حلو في اليوم السابع بتقول بقى ايه ملفات الامن الوطني في قبضة خيرة الشاتر وبقول اليوم السابع في الصفحة الرابع ان نائب المرشد اللي هو المهندس خارة الشاتر هو تأريبا اسبح هو قائم حاليا بعمل المشرف على جهاز الامن الوطني اللي هو مصيف بأمن الدولة وبتقول ملفات الامن الوطني فيا باينة يديه خارة الشاتر لقاءات سرية لنائب المرشد باللوقات سروط بلعاية وزيرة الداخلية السابق جمال الدين لبحث دعم الجهاز الفنيا ومديا ومصادر بتقول القياد الإخواني يسعى تسخير الامن الوطني لخدمة الجماعة وملاحقة معرضية. النهاردة بتقول ان الرئيس مرسي اول ما جاء عين اللي هو خالي السروط اللي اسجل جهاز الامن الوطني. بدأ يعود جهاز الامن الوطني مرة اخرى الى نفس الممارسات والقديم ايام حسن مبارك. بس مع اختلاف ان هو النهاردة بيخدم النظام الحالي. اه زي ما كان التاني بيخدم نظام مبارك. ده اليوم ساعة بتقوله. الكاريكاتير طب اخر خبر معلش هساز المخرج. اليوم السابع في الصفحة التالتة. كان في معنا خبر. هو كان مبارح في اه عرض كان اه قطر عرضت على مصر. كان في كده كلام اتقال يعني التحقيل بتقول ان كان قطر عرضت على مصر. ان انتم دون حق انتفاع للمناطق الايسرية في مصر. طبعا اهمها اللوصر وغيرها والاهرامات. الاهرامات وبالهول والأسر. مقابل مئتين مليار دولار في خمس سنين. يعني انتم النهاردة يا اخوان اللي انتم عرفيت نشاطه السياحة. زي واحد مسلا عنده معلم سياحة. واحد عنده مسلا فندق. حضراك تملك فندق. لكن فندق ده ما انتش عايف تجيبه تعمل له حجوزات او انشغالات. فالتان رضا ما فندق بتتعاقد مع شركة تديها بقى حق نهاية تملك الفندق وتاخد منك نسبة حق كده تجيب لك وفود تكتاب لك مسلا افواك سياحية بتجي من بلد معينة. فالنهاردة احنا مش عايفين ندير الاسار بتاعتنا كانت قطر عرضت ان هي تقوم بان هي تعمل عقدة حق انتفاع للاثار المصرية وتحديدا اثار الاهرامات واثار لوس لمدة خمس سين وكوان امتين مليار دولار. طبعا وزارة الاسار النهاردة اعلنت ورفضت وقالت ان تأجير مصر تأجير تاريخ مصر اه مرفوض. ده لقلت وزارة وزارة الاسار. ونختم جولتنا بالكريكاتير. قبل الكريكاتير ابراهيم عيسى كانت مقالة هقول عنوانها بشكل سريع جدا في التحريف الصباح الاولى. بس جماعة لو معنا الكريكاتير ده هو اللي عفوا التحرير. بيقول اوباما يطمئن على اخراج مصرحات مبارك الملتاح. بس اه دي هو. ان اوباما حاليا هو كل دوره. هو دعم. واطمئنان على اخراج مصرحات مبارك. بس مبارك ايه مبارك اللي هو بلحية. يعني هو تريب من نفس السياسات. بس ادخال ان هو مبارك بلحية. نختم جولتنا بالكريكاتير. والصباح عفوا التحرير في صفحاتها التانية. وبتقول حوادث حوادث ده عنوانك عنوانك الكتير. فهنا واحد ماسك جورنال بيقرأ الجورنال بيقولك قطرات ومراكب اوتوبسات. يعني النهاردة الحوادث كانت في القطرات طبعا معروف مصر بتشاهر بحوادث القطرات زي ما هي جواها اه معتدل اه مش عارف ايه في الصيف ومش عارف بيميل مش عارف كزا. يعني جزء من سوابة مصر ان فيها حوادث قطرات ومراكب اوتوبسات. فماسك جورنال بيقرأ ومناطيد كمان يعني ده النهاردة كمان الحوادث بقى ايش بقى في وسائل الوضع كمان بقت المناطيد فيها حوادث. وبعدين ايه اه اه في الرسمة التالتة راجل بيسأل بيقول يعني اركب ايه في البلد دي عشان اعيش. طب ايه الحاجة يعني كل حاجة بتعمل الحاسم. اركب منتظ هايقع. اركب كزا هايقع. طب ايه اللي ممكن اركبه. فواحد رد عليه قال له ايه? قال له الثورة. قال له احسن مصر وشعبها. ونلتقي يوم الاحدى القادم في صحافة جديدة على خير ان شاء الله. وشكرا.